نروح مع حضراتكم لخبرتين النهاردة طبعا تم الإعلان عن استبعاد غينيا من استضافة بطولة أمم أفريقيا 20-25 التحدي الأفريقي شايف أنه قدرات أو درجة استعداد غينيا والبنية التحتاجة في غينيا هي كانت بالفعل خدت الملف يعني غينيا كانت استلمت ملف أمم أفريقيا 20-25 لكن التحدي الأفريقي من خلال متابعاته يبقى فيه متابعات دورية كده لتطور الأعمال أو سير الأعمال شايف أنه البطولة هتبقى صعبة جدا على غينيا وأنه الوقت المتبقي مش هيسمح لها باستكمال استعدادها بالشكل هيتناسب مع حجم البطولة من وجهة نظرهم وبالتالي تم سحب ملف التنظيم من غينيا مين تقدم ودي ممكن آخر التقارير بتقول أنه وحسب ما نشر طبع موقع البطولة المغربي أنه مسؤولين في اتحاد المغربي أكدوا بشكل رسمي أنه المغرب مملكة المغربية بتعتزم تقديم أوراق ترشحة للصدافة كاس أمم أفريقيا 20-25 وزي برضو ما رصدنا بعض التصريحات لباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس الكاف قال أنه غينيا خلاص قرار نهائي لن تنظم بطولة كاس أمم أفريقيا 20-25 وأنه البنية التحتية مش جاهزة وملا طاليق أساساً بحدث كبير زي بطولة الأمم الأفريقية وده رغم أنه هم قاموا بجهود عظيمة جداً لكن إحنا كالتحاد أفريقي قرر أنه هم يفتحوا الباب مرة تانية عشان يستقبلوا فيها طلبات تنظيم البطولة وبكده يبقى الملف هيكون مفتوح وهيتم تحديد طبعاً الدولة المصطدفة للبطولة والله أنا شايف أنه إحنا عندنا يعني بما أنه المنشآت والبنية التحتارية كل يوم فيها جديد وليه لا؟ يعني أعتقد أنه مصر جديرة جداً بأنها تقدم ملف كامل لاستضافة بطولة أمم أفريقيا يمكن الأرض والجمهور يحققوا الحلم اللي ما تحققش بقاله كتير إحنا من 2010 هل يش عدى علينا 10 سنين ما خدناش بطولة أمم أفريقيا؟ يعني في التمانينات خدنا 86 في التسعينات خدنا 98 في الألفاء الأولى خدنا 6 و 18 في العشرة السنين الأولى العقد الأول يعني خدنا 3 بطولات العشرة التانين دول كانوا ضلمة صحيح وسنة النهائي طبعاً يعني مرتين لكن في النهائي أنت ما حققتش اللقب طيب